اشتركوا في القناة على انها ما تطولش واكمل في حلقة بعدها وده له سببين السبب الاول ان الكلام ما ينفعش فيه اختصار وإلا المعلومة توصلك نقصة او تطبق غلط فما تحصلش على اي فايدة السبب التاني انه اللي ما عندوش القدرة يتفرج على حلقتين او ثلاثة علشان يوصل اللي هو عاوزه لا اظن انه هيكون عنده اي قدرة على السير في مشوار حفظ القرآن الكريم فاعتبر ده اختبار لنفسك قد انت جد وهتستحمل المشي فيه طريق حفظ القرآن الكريم اللي هو بالمناسبة طريق سهل جدا وممتع جدا ولكن بيحتاج الى مثابرة ونفس طويل والتزام فلو انت في دماغك دلوقتي بيقول لي طيب تمام ماشي انجلس طيب وخش في الموضوع يبقى استأذنك يا اما تجدد نيتك وتاخد الموضوع بالتزام يا اما نورتنا شوية دول طيب ابدأ الكلامي معاك اني اقولك ان كمسلم يجب عليك الاعتقاد ان الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه من التحريف والتبديل وحفظه من انه يحصل عليه اي زيادة او مقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والحقيقة حفظ ربنا القرآن الكريم تم باكتر من مرحلة يعني اسلوب حماية القرآن الكريم من قبل الله عز وجل مر باكتر من مرحلة عارف كده لما بنيجي نعمل ويب سايت او تطبيق بيكون المنتج النهائي ده عبارة عن حاجات في الوجهة ليك انت شايفها زراير بتتفاعل معها فيديو بتشوفه وفيه حاجات في الخلفية مش ظهره ليك قعدة البيانات سفر يخلقنا عليه الحاجة طريقة التعامل معها وهكذا علشان نعمل تطبيق ناجح لازم نعمل طبقة حماية تغلفه علشان يفضل محفوظ من التلعب ولله المثل الأعلى ربنا بقى ما عملش طبقة حماية واحدة على القرآن الكريم ولكن طبقات كتير خمسة أول طبقة منهم هي حفظ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ في نسخة منه موجودة في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم فربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ده اقرأ إن شئت بعد أن أعود بالنشط الرجيم في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وكمان في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم دي أول طبقة تاني طبقة من طبقات الحماية والحفظ هي الحماية أثناء نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادة يعني لما سيدنا جبريل بينزل بالقرآن الكريم بينزل عليه ملائكة رصادة على شأن يحرسوا التنزيل ده فيتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي زيادة أو نقصان المرحلة الثالثة من الحفظ هي حفظ القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رب رسول الله تعالى بيقول النبي في سورة القيامة لا تحرك به لسانك اللي تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه والطبقة الرابعة من الحماية هي الحماية لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي يبلغه فيبلغه كامل بدون أي مداخلة فيه يعني بيوصل لمسامع الناس مطابق تماما للنسخة اللي في اللوح المحفوظ والنسخة اللي نزل بها جبريل عليه الصلاة والنسخة اللي انطبعت في قلب النبي تيجي النسخة الرابعة اللي بتوصل لمسامع الناس مطابقة تماما للثلاثة نسخة طلب الزبط اقرأ في سورة القصص ولقد وصلنا لهم قولة لعلهم يتذكرون وفي سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها يعني من شروط النبوة أنه يبلغ القرآن الكريم كاملا وفي سورة المعارج ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ده بيكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وحاشا أن يفعل لو كان فقط زود حرف واحد إذن فالطبقة الرابعة أن القرآن يوصل لمسامع كل الناس مطابق تماما للثلاث نسخ اللي احنا قلنا عليهم يفضل معنا الطبقة الخمسة والأخيرة من طبقات الحماية والحفظ وهي إبقاء القرآن الكريم محمي إلى قيام الساعة من أي تبديل أو تحريف في سورة الحج إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له لحافظون والحقيقة علشان ربنا يتعهد بحفظ القرآن الكريم إلى نهاية الزمان إذن نفهم من مضمون ده إنه يحفظ معاه تلات حاجات مش حاجة واحدة تلات حاجات باقية إلى قيام الساعة أول حاجة حفظ نص القرآن الكريم نفسه من التبديل أو تغيير فمهما حاول أي حد إلى قيام الساعة إنه يغير منه حرف واحد مش هيقدر تاني حاجة هيحفظ الحاجة اللي بتوضح لنا وبتبين لنا القرآن الكريم اللي بيبين القرآن وبيوضحه وبيشرحه وبيقيد مطلقه هي السنة النبوية فمفيش أي معنى لحفظ القرآن الكريم إذا كانت السنة اللي بتوضحه مش محفوظة ولذلك كل الدعوات اللي انت بتشوفها لإنكر السنة رقم واحد مش جديدة عد علينا دعوات مئات منها واندسرت رقم اثنين هتفشل زيها زي اللي قبلها والناس اللي بتنكر السنة بتموت وبنستريح منها وبتبقى السنة باقية تالت حاجة هيحفظها إنه هيحفظ حملة القرآن الكريم نفسهم مضمون كلام ربنا إنه نحن نزلنا الذكرى وإنه له لحافظون إنه دائماً وأبداً هيختار ناس يصطفيهم يحفظوا القرآن الكريم في صدرهم ويتقنوا ترتيله بنفس الطريقة اللي نزل بها وبتهيالي انت بتتفرج على الحلقة دي علشان نفسك تكون واحد من الناس دول طبعاً ده شرف مفيش أسمى منه ويبغت أي حد ربنا يختاره لحفظ كتابه في صدره ويجري على لسانه أسيبك هنا وأكامل معاك الحلقة الجاية بإذن الله شكراً مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته